تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج مشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال الشهر سبتمبر وأكتوبر 2022 في تقرير تلقاه من الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة وثمن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دور وزارة الثقافة في الوصول بالخدمات الثقافية المتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات بما يحقق هدف زيادة الوعي وبناء الإنسان المصري وهو أحد المستهدفات من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقالت وزيرة الثقافة إن التقرير تنول جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في سبع محافظات هي كفر الشيخ والغربية والشرقية والأقصر والقنى والبحيرة والمنوفية وذلك بالتنصيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظات ومؤسسة حياة كريمة والمجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر